الملك حمد بن عيسى الخليفة وبذلك أكملتم العقد الذهبي كما وعدتم اللفتة الأبوية من لدى جلالة الملك المفدى الدعم الأول لأبنائه الرياضيين كل في موقعه أبرزت الحضور القوي والمتميز للإمكانيات الرياضية البحرينية في مختلف المحافل حتى بات العهد الزاهر لجلالته عصرا ذهبيا للرياضة البحرينية ولقد استطعتم من خلال إصراركم على الصدارة أن تقدموا صورة مشرقة لمعاني الجد والإجتهاد التشجيع والدعم والمساندة التي تحظى بها الرياضة من لدى جلالته رعاه الله أثمرت عن حصد المنتخبات الوطنية للعديد من الإنجازات والألقاب في مختلف الألعاب والرياضات في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية الأمر الذي عزز من مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية وأبارك لكم فوزكم المستحق الذي جاء كرسالة بالقة الأهمية بتجسيدها لقدرة شعبنا الوفي على التنافس المسؤول والمنضبط في كل ميادين العمل والمحافظ على روح الوحدة الوطنية في صعوده لقمم العطاء ويسعدنا هنا بأن نمنح أبطال البحرين وسام العمل الوطني تقديرا وتكريما لهم على إنجازهم ومن منا لا يذكر تلك اللحظات الخالدة في الذاكرة حينما رفع عاهل البلاد المفدة أقل الكؤوس كأس الخليج الذي جاء ترجمة لتوجيهات جلالته السريدة وثمرة تعاون وجهد كبيرين من قبل منظومة الأسرة الرياضية في المملكة أتوجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة واسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كل في مجال اختصاصة على دقة العمل والمتابعة الشخصية لضمان توفير أقصى ما يلزم للتقدم بالشأن الرياضي المتتبع للخطابات السامية لجلالة الملك المفدة سيجد الكلمات التقديرية بالجهود الموفقة التي يمذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم المسيرة الرياضية وتهيئة أفضل السبل والإمكانيات أمام شباب البحرين لتحقيق النتائج المتميزة وبالمتابعة المستمرة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجهود سموه الهادفة لخدمة الرياضة البحرينية وإطلاق المبادرات الداعبة للقطاع الشبابي في عهد جلالتكم الزاهر إلى أن وصلنا في هذا العصر الذهبي عصركم الزاهر يا سيدي كان بداية غرس لهالشباب ولهالشابات الموجودين اليوم أمامكم ولأن أساسكم صحيح يا طوي العمر ولأن نظرتكم ثاغبة وصحيحة لأنكم آمنتم بشعبكم آمنتم بقدراتهم دعمتوهم وما خللتولهم شيء إلا أنكم اليوم بطبيعة الحال لازم تشوفون هذا الحصاد وتشوفون حصيلة هذه الثمار اللي أمامكم وقد يتساءل وسائل عن سر العزم والإصرار الذين يتمتع بهما أبطال البحرين ودفعهم لمضاعفة الجهود ليقدموا أفضل ما لديهم للنهوض بالرياضة في المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر